ولمناقشة ملف انتخابات مجالس المحافظات ينضم إلينا مباشرة من مجلس مفوضية الانتخابات مقداد الشريفي. سيد مقداد أهلا بك إلى نشرتنا لهذا اليوم. كيف سيتم معالجة هذا الوضع؟ هل هناك خلل قانوني حتى الآن انتهت المدة والمتقدمون للترشيح خمسة مرشحين فقط؟ ما هو السيناريو المطروح الآن؟ نعم بسم الله الرحمن الرحيم. في البدء أرحب بكم مشاهدي قناة الحرة الفضائية. في الحقيقة المفوضية لديها جدول زمني لإجراء انتخابات مجالس المحافظات عام 2017. المزمع إجراها في أيلول من هذا العام. وعدت الجداول الزمنية الخاصة بإجراء هذه الانتخابات. لكن في الحقيقة من خلال متابعتنا لا توجد هناك حماسة من قبل الكيانات السياسية بإجراء الانتخابات. في موعدها المقر من قبل مجلس الوزراء. فبالتالي لزاما على المفوضية أن تمضي بإجراءاتها استعدادا لهذه الانتخابات. ما لم يصدر قرارا من مجلس النواب أو من الحكومة يلزم المفوضية بإيقاف إجراءاتها. نعم من ضمن جدول الأعمليات. هو إعلان فترة خاصة لاستقبال قوائم مرشحي الذي يقدمون للانتخابات. فبالتالي جميع الكيانات السياسية لم تقدم قوائم إلى المفوضية لكي تستمر المفوضية استعدادا لهذه الانتخابات. وهذا خلال كبير في الحقيقة. أعطينا 12 يوم. فالبدأ كانت النية أسبوع. وكان الرأي في مجلس المفوضين أن نمدد أكثر من أسبوع. لجعلها تقريبا 12 يوم. فبالتالي لم تقدم جميع الكيانات السياسية قوائم للترشيح. والآن المفوضية في وضع حرج لأن لا يوجد هناك نص قانوني يلزم المفوضية بإيقاف إجراءاتها الخاصة باستعدادها لانتخابات مجالس المحافظات. ولدينا جدول زمني لزاما علينا التطبيق. برأيك هل هناك تقصير لدى جهة أو طرف أو مؤسسة معينة؟ سواء كان مجلس النواب أو الحكومة أو القوى السياسية. هل هناك توافق غير معلن بين القوى السياسية على عدم طرح مرشحين؟ في الحقيقة هناك اتفاق سياسي على تأجيل هذه الانتخابات. والجميع يريد يعصب هذه الموضوع قضية التأجيل من عدمها في رأس المفوضية. نحن كجهة انفيذية نلتزم بالقانون. إذا لم يكن هناك إرادة لتأجيل هذه الانتخابات. فعلى الجهات المختصة في الحكومة أو في مجلس النواب. اتخاذ قرار مناسب بتأجيل هذه الانتخابات. طبعا كان من المفترض قرار قانون مجالس المحافظات قبل انتهاء الفصل التشريع لمجلس النواب. وكان هناك نص في قانون انتخابات مجالس المحافظات جديدة. أن تكون انتخابات مجالس المحافظات في يوم انتخابات مجلس النواب. فبالتالي مجلس النواب في حينها لم يصوت على هذا القانون مما سبب حرج كبير للمفاوضية فبالتالي المفاوضية الآن لا تستطيع أن توقف إجراءاته الخاصة بانتخابات استعدادات وانتخابات مجال المحاوضات والآن الوضع حقاً خطير وحرص جداً أستاذ مقداد أسف للمقاطعة هل تسلمتم موقفاً من مجلس النواب بهذا الخصوص؟ هل سيعرض الموضوع للتصويت للبحث؟ نأمل تحدثنا مع سيد رئيس مجلس النواب بخصوص هذا الموضوع ونأمل إن شاء الله بعد الفصل التشريعي للسادة أعظام مجلس النواب أن يحسم هذا الموضوع كون أن المفاوضية الآن تعمل وفق قانون وتنفق أموال فبالتالي لا يوجد لحد الآن أي تخويل أو أي تصريح أو أي قرار يلزم المفاوضية بإيقاف إجراءاته وهذا تعتقد المفاوضية يخلل كبير على الجميع تحمل المسؤولية وإعطاء قرار واضح إلى المفاوضية الذي سنى المفاوضية اتخاذ الإجراء اللازم بخصوص ذلك هل تعتقد أن لهذا الأمر علاقة بقضية الاستجواب التي حصلت للمفاوضية بعدم الرضا على أدائها بالطعونة التي أكثر من طرف سياسي تحدث عنها مطالبة بتغييرها تغيير المجلس وما إلى ذلك هل تعتقد أن هناك علاقة بين هذين الأمرين؟ لا في الحقيقة من خلال متابعتنا منذ بداية هذا العام أغلب الكتل السياسية تريد تأجيل الانتخابات لكن لا تريد أن تواجه الشارع بخصوص تأجيل هذه الانتخابات وبالتالي هناك إرادة من خلال تصريحات قبل موضوع الاستجواب هناك إرادة إلى دمج الانتخابات أو دفع هذه الانتخابات وكثير من الكتل السياسية ظهرت من خلال الإعلام ومن خلال بيانات تطالب تأجيل الانتخابات أما بسبب وضع المالي أو الأوضاع الأمنية في بعض المناطق فبالتالي الجميع أغلب الكيانات السياسية تطالب تأجيل انتخابات مجالس المحافظات لكن لا تستطيع أن تتخذ موقف حاسم من خلال تواجدها في مجلس النواب أو في الحكومة لإصدار قرار يلزم المفوضية بإيقاف إجراءات الخاصة من انتخابات مجالس المحافظات وأن تكون انتخابات مجالس المحافظات في يوم انتخابات مجلس النواب نعم المفوضية الآن في موقف جدا حرج وسوف تتخذ قرار خلال الأيام القادمة بإرسال كتاب مهم إلى السيد رئيس مجلس الوزراء وإلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى أيضا السيد رئيس الجمهورية ولحسم هذا الملف اللي تعتقد المفوضة أصبح الملف معقدا ما لم تتخذ أجهات المعنية قرارا بخصوص الوضع هل تعتقد أن هذه القوى وتعاقدات أستاذ مقداد هل تعتقد أن هذه القوى أو الأطراف السياسية المعترضة على تركيبة وأداء المفوضية لن تقدم مرشحين حتى يحين الموعد الطبيعي لحل هذا المجلس وتشكيل مجلس جديد في الأشهر القليلة القادمة يعني هذا كل كيان سياسي كل توجه سياسي تحترم المفوضية المفوضية لديها قانون والذي جدول زمني الذي يعترض على المفوضية ولا يريد يشترك في الانتخابات هذا الشيء راجع له لكن المؤسسة مؤسسة قانونية دستورية مشرعة من مجلس النواب فبالتالي على جميع احترام هذه المؤسسة قضية استجواب المفوضية من عدم استجواب المفوضية هذا الشيء راجع إلى مجلس النواب هو صاحب القرار الفصل في إدامة عمل هذه المفوضية من عدمه فبالتالي على جميع احترام القوانين الخاصة وتقديم قوائم المرشحين خاصة من انتخابات مجالس المحافظات يعني احتراما لمدد الزمنية فبالتالي المفوضية الآن تقوم بعملها استعدادا لهذه الانتخابات التي تعتقد المفوضية الآن صارت من استحالة إجراءها في موعدها نعم من بغداد عضو مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات مقداد الشريفي شكرا جزيلا لك